السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبدأ اليوم بإذن الله محاضرة الأولى عن التقويم التربوي وسنتحدث فيها بإذن الله عن مفهوم التقويم التربوي وأهميته وهو المحاضرة الأولى تقريبا من ضمن عدد من المحاضرات في هذا المقرر الجزئية الأولى نتحدث فيها عن مفهوم التقويم التربوي أولا نتطرق المفهوم اللغوي لكلمة تقويم تربوي يقال أن تقويم أو قوم لغة مصدرها تقويم أي عدل الشيء أو أصلح عوجاجه وقد ورد في القرآن الكريم قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم في سورة الدين الآن الرابعة فضكر الله العظيم ذلك استلاحاً يعرف التقويم بأنه عملية منحجية منظمة تقوم على تعديل وتوجيه وتشخيص وإصلاح العملية التربوية بكاملها من محقق أهدافه ومقاصده موضوعة سلفاً إذن عملية التقويم تجتمل على تعديل توجيه وتشخيص وإصلاح مفاهيم العملية التربوية ذلك يقصد أن يعرف عملية التقويم بأنها إصدار حكم على قيمة الأشياء أو الأشخاص أو المواضيع بهذا المعنى يتطل باستخدام للمعايير والمستويات لتقدير هذه القيمة كما يشمل تحسين تعديل تطوير فذلك يعتمد على هذه الأحلام عملية التقويم هي عملية منحجية منظمة تقوم على أسس علمية وتستهدف إصدار حكم بدقة وموضوعية على عناصر عملية التعليمية جميعها أو مدخلات، عمليات، مخرجات كل الأشياء إذن تشتمل تعديل سلوك تشتمل تقويم معلم منهج مؤسسة، أفراد، تجهيزات، توجيه لسلوك المتعلم إلى الأحسن حتى بدقة الموضوعة، تشخيص لجوانب القوة كل هذه الأشياء هي جزء من هذا المفهوم أتحدث الآن عن العلاقة بين التقويم التربوي والتقويم التعليمي هناك تداخل كبير بين المفهومين، التقويم التربوي والتقويم التعليمي لدرجة أن بعض الأفراد لا يفرقون بينها فيستخدمونهم كمعنى واحد المفهومين مترادفين قليلا لكن المتأمل في المصطلحين يجد الاختلاف وهو ينشأ من الاختلاف بين مفهوم التربية ومفهوم التعليم إذا نظرنا إلى هذين المفهومين يتبين لنا أن التربية تتميز بالعموم بالشمول بالاتساء تتعدى إلى ما يحدث داخل المؤسسات التعليمية إلى ما يحدث في مؤسسات مجتمعية أخرى كثيرة داخل المدرسة خارج المدرسة داخل البيت خارج البيت المسجد منظمات المجتمع المدني الأخرى بجانب أنه يشتمل على تنمية جوانب أخرى متعددة لدى الفرد لا تشتمل فقط جانب السلوكي أو جانب التعليمي أما مصطلح وكذلك يقوم بها أفراد آخرون لا يجب أن يقوم بعملية التربية المعلم فقط وإنما المعلم جزء فيها الأباء جزء فيها جماعة الأقران جزء فيها المسجد وجماعة جزء فيها المجتمعات الأخرى والأشخاص الذين يحتك بهم الفرد في حياته اليومية جزء فيها المجتمع جزء فيها كل هذه الأشياء تؤدي إلى أن مفهوم التربية أكثر اتساعة من مفهوم التعليم حيث أن مفهوم التعليم أقل اتساعة من مفهوم التربية لأنه يشكل جزءا من العملية التربوية الفارق بينهم في الدرجة ليس في النوع العليم يشمل تنمية جوانب تعليمية معلوماتية معرفية لدى الفرد بينما التربية تتعدى إلى جوانب أخرى يقوم بالتعليم المعلم والشخص المعني بالتعليم والمؤسسة المعنية بالتعليم بينما التربية تتطرق إلى أشخاص آخرين وأفراد آخرين وجوانب أخرى لذلك فأن التقويم التربوي والتقويم التعليمي ألافة ارتباط يترى بطع ويلتقيان في مجموعة نقاط مثلا أهمية كل منهما الهدف الأساليب الإجراءات الوسائل النظم لكنهما يختلفا في الميدان الذي يجري فيه التقويم الهمومية والشمول كذلك يختلفا فيها عليه يمكن أن نخلص إلى أن المصطلحين يمكن استخدامهما على حسب السياق الذي يتناسب معه إذا كان الحديث يدور حول تربية بعناصرها ومؤسساتها التعليمية وغير التعليمية إذن المصطلح المناسب هو التقويم التعليمي ذا كنا نتحدث عن تشغيل في علاج عناصر لعمل تعليمي بأي مؤسسة تعليمية محددة والحكم على مدى التحقق أهداف تعليمية لمنهج ماء أو لعملية محددة المصطلح المناسب في هذه الحالة هو التقويم التعليمي هذه فروقات بين التقويم التربية والتقويم التعليمي أنشأها الفرق ما بين مفهومي التربية والتعليم الآن فنتطرق بإذن الله إلى الفرق بين التقويم التقييم والقياس يقصد بمفهوم القياس وهو من الفعل الثلاث قاسة أي قدرة يقصد به قياس العملية أو العمليات التي يتيب من خلالها تحديد قيم الأشياء وفروق بين بصورة كمية أي أنها أبعاد تقاس بوحدات مثلا درجة الحرارة تقاس مثلا بوحدة محددة الطول الوزن هذه الأشياء تقاس بمقاييس أو بوحدات محددة هذه العملية تسمى عملية قياس مثلا أن نقول هذا العمل أدق وأفضل من ذلك هذا يتضمن عملية قياس يجب أن يتضمن عملية قياس لنحكم أو نقدر شكل محدد قياس سلوك شخص ومقارنة سلوك شخص بشخص آخر مثلا قياس سمات إنسانية ذكاء تحصيل سمات شخصية تطلب أدوات قياس محددة وشروط خاصة ومعقدة بخلاف القياسات الفيزيائية مثل الأبعاد والأوزانة التي نتحدث عنها أقل قليل إذن القياس في مجال التربية لا يقتصر على جمع المعلومات والملاحظات وإنما يتعداه إلى التقدير الرقمي لا يقتصر على الأشياء المادية فقط ولكن يمكن إخضاع ظواهر وأحداث للتقدير الرقمي سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة مثلا في مجال التعليم يمكن تعريف القياس بأنه القيمة الرقمية التي يحصل عليها المتعليم في امتحان الماء مثلا حصلت الطالبة سارة على درجة مقدارها 75 في اختبار مقرر التقويم التربوي مثلا هذا يعني أن التحصيل الدراسي الذي يؤبر عنه رقميا أو كميا كميا هو عملية قياس يسمى التحصيل عملية قياس وصف كمي هذا هو القياس نعرجى الآن إلى مخومة تقييم هذا هو مخومة القياس أما التقييم يقصد به بعملية التقييم والتي تدل على قيمة شيء مثلا في مدى الشيء مع العلم أن أصل قيمة هو قومة اللي هي الواو فيها قومة قومة اللي هي الواو ساكنة والقاف ما قبلها قبلها مكسوعة فتصبح قيمة أو value يعني تكوين قيمة تقدير نقصد بها في المجال التربوي تقدير قيمة أي عنصر من عناصر المنظومة تربية ونصدر حكم على مدى جودتها هنا هذا الاختلاف في التقييم أنا أقيس أقدر القيمة ثم أصدر حكم على مقدار جودتها نعمل بذلك مثلا الحكم على مستوى المتعلمين تقييم أو تقدير يقصد به مثلا القياس كان أنا عبرت فيه عن قيمة الشيء بصورة كمية أو رقمية التقييم تثمين أو تحديد قيمة هذه القيمة حيث لا يشترط فيها أن تستخدم عمليات قياس محددة وتقييم يعتبد على تحديد قيمة الشيء بالتخمين أو حدث مثلا 75% كانت تعني جيد مستوى هذا الطالب جيد في مقرر التقويم الترطوي مثلا هذا شكل من أشكال التقييم أو إصدار الحكم حصل على درجة 75 في اختبار ما هذه الدرجة في عملية قياس لسمى محدد حاكد السمى تحصل الدراسة للمتعلم إذا أصدرنا حكما قيميا على هذه الدرجة برجوع إلى محق محدد أو معيار أننا مقارنين هذه الدرجة حسب المعايير أنه وجود عندنا من ألف بلس تعني كذا كذا ألف تعني كذا باع تعني كذا بطلس تعني كذا وهكذا دمعيا أو محق محدد إذا أصدرنا حكما على هذه الدرجة بالرجوع إلى هذا المحق فإننا نقول أن هذا المتعلم مثلا ضعيف متوسط جيد ممتاز وهكذا حكما كيفيا أو نوعيا هذا يسمى عملية تقييم أما لو تحدثنا عن التقويم كما ذكر فاغي قبل قليل أشمل وأعم يتضمن المفهومين القياس والتقويم عملية القياس والتقييم سابقتان لعملية التقويم التقويم يجتمل على جانبين تشخيصي وعلاجي إذن يتضمن عملية القياس التي قمنا فيها بتحديد قيمة كمية رقمية محددة لسمى وصفة مقاسة ثم التقييم حيث قدرنا قيمة هذه القيمة التي حددناها في القياس وأصدرنا حكم عليها بدقة شخصناها ثم لا بد أن يلي ذلك العلاج لهذه العملية التي تضمنها عملية التقويم التي اجتملت على تقدير القيمة الرقمية وهي القياس ثم تشخيص أو الحكم على هذه القيمة الرقمية وهي عملية التقييم ثم تأتي عملية التقويم لتضمنهما الاثنين معنا وتنتج عملية تشخيص وعلاج محددة إذن عملية قياس وهي قيمة رقمية محددة تحديدها في بداية العملية تكون عملية القياس ثم عملية التقييم وهي عملية إصدار الحكم تليها أقريباً هي إصدار حكم على عملية قياس محددة ثم تلي ذلك عملية التقويم أو الإصلاح أو العلاج وهي عملية إصلاح وعلاج الخلل تعزيز نقاط القوة وعلاج نقاط الضعف وهذه الجزئية الأولى بإذن الله في محاضرتنا الأولى في التقويم التقويم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر